تعالوا نعمل كمية كبيرة من بسكوت النايس ببيضة واحدة هنجيب الخلاط ونحط في بيضة وعليها معلقة صغيرة من الفانيليا نص كباية حليب نص كباية سكر ونص كباية سمنة على زيت ورشة صغيرة من الملح وهنضربهم في الخلاط وهنجيب في طبق غوية كباية كبايتين من الدقيق عليهم معلقة صغيرة بيكين بودر ومعلقتين كبار من جست الهند وهنقلبهم كويس جدا مع الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط بعد كده هننص كباية الاخراني هنضيفه بالتدريق يعني هكل اللي احتاجناه كبايتين ونص من الدقيق هنفضل نقلبه كده باطراف صوابعنا مش هنعجينه بعد ما نخلص العجينة وتوصل معنا للقوام اللي انتو شفتوه وتتلم كده من الطبق اللي احنا عملناها فيه هنجيب بقى اي ورقة زبدة وندهنها مسحة بسيطة من الزيت وبعد كده هنحط جزء من العجينة ونفردها بالشكل ده طبعا تقدري تشكلي البسكوت بالطريقة اللي تحبيها بس انا حبيت اعمله مربعات زي ما احنا بنشتري بالزبط تقدري تعملي كور صغيرة منه بحجم صغير كده حجم اللمونة وبعد كده تبتدي ترصيف الصينية جنب بعضه عادي خالص بس انا حبيت اقطعه مربعات لانه القطعه متوفرة عندي لو مش متوفرة عندك هتعمليها بالطريقة اللي بقولك عليها دي وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 170 وبعد ما نخلص كل الكمية هنجيب جسط الهند وسكر بتخافي تعمليها علشان بتخافي تبوز منك لأ سيبالج بقى لينك تطبيق في البايو موجود في كل الوصفات اللي ممكن تحبي تعمليها فيها معجنة وتكون يخايفة انها تطلع ناتجتها مش مزبوطة التطبيق مجاني ويشتغل بدون انترنت ودي اجمل حاجة فيه حمل التطبيق على التليفون هيفيدك جدا